الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية قطة تشرب الحليب في المنام ما تنسونش بلايك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنه كل خير من يرى في منامه أنه يعطي القطة الصغيرة الحليب علامة على الأفراح والسعادة القادمة له في حياته والله أعلم الحلم بإعطاء الحليب ويشرب منه القطة في المنام علامة على التخلص من الأشياء السيئة للغاية التي كانت توجد في حياته حلم إعطاء الحليب للطفل في المنام علامة على الأفراح القادمة والخير والسعادة والله أعلم رؤية العزباء أنها تعطي الحليب للقطة في المنام علامة على الخير القادم لها والسعادة القادمة لها ولزوجها المستقبلي والله أعلم من يرى في منامه أن القطة موجود تحت السرير علامة على وجود أشخاص غرباء حسدون له يريدون إيزاءه والله أعلم حلم الرجل أن هناك قطة تحت السرير في المنام علامة على أنه محيط بأشخاص غير صالحين لا يريدون له الخير حلم العزباء وجود قطة تحت السرير في المنام علامة على وجود أشخاص يحاولون التدخل في خصوصيتها بهدف إيزائها والله أعلم إذا رأى الشاب وجود قطة تحت السرير في المنام علامة على وجود بعض الأشخاص الذين يريدون زرع الفتنة بين أفراد العائلة والله أعلم من يرى في المنام أن هناك أحد الأموات يطلب منه قطة علامة على حاجة الميت وتنفيذ وصيته في تلك الفترة بشكل سريع والله أعلم رؤية طلب الميت القطة في المنام إشارة إلى حاجة الميت للدعاء والاستغفار له دائما والله أعلم حلم الميت يطلب قط في المنام علامة على وجود مسؤولية كبيرة على أهل الميت تلك الفترة والله أعلم رؤية الميت يطلب قط في المنام إشارة إلى الأزمات والمعاناة التي يعانيها أهل الميت في هذه الأيام والله أعلم من يرى في منامه أنه يجامع قط علامة على تورطه في بعض المشاكل والأزمات وعليه الحذر والتأني في اختياراته في حياته والله أعلم حلم مجامعة المرأة القطة في المنام علامة على أنها محيطة بأشخاص منافقين في حياتها يريدون أزيتها والله أعلم أو مصالحتها على حسب الوضع والله أعلم رؤية مجامعة ونكاح القطة في المنام علامة على وجود شريك في العمل قريب مع بعض الأصدقاء والله أعلم حلم النكاح من القط للشب الأعزب في المنام علامة على وجود امرأة ماكرة في حياته وعليه الحذر منها والله عز وجل أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته